تبين أن الدين هذا الدين هو معرفة والمعرفة محبة أن هذا الدين العبادة فيه معرفة والمعرفة فيه محبة فيكون في النهاية العبادة محبة ويكون الأمر في النهاية أن الدين محبة خلاصة هذا الأمر هذا الدين الذي شوها في هذا الزمان من أهله قبل أعدائه ومكره أساسه هي المحبة هل أهله أو بعض أهله لم يعرفوا هذه المعرفة الحقيقية؟ بالضبط ولذلك أقول دائما لقد أصيب أو أصيبت الأمة في مقتل يوم أن غفلت عن التصوف في حياتها ويسأظل أقولها لقد أصيبت الأمة في مقتل يوم أن غفلت عن التصوف في حياتها فبغفلتها عن التصوف غفلت عن حقائق دينها